ان شاء الله هناخد من الوحدة التانية من الصف الثاني السنوي كتاب جيم هنقرأ الكلمات ونحن لي عليها السئلة وزي ما تعودنا هنقول سبب الحل فليكم معنا بعض الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر احمد العبد من قناة دروس تعليمية اونلاين لو ديت اول مرة لك معنا ونورتنا في القناة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس على عشان نتوصلك الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله لو ما كنتش شفت الفيديوهات بتاعي الوحدة الاولى هتظهر لك وانا بتكلم دلوقتي في اعلى الشاشة او هتسيب لك الرابط في اسفل الفيديو او هسبتولك في اول تعليق النهاردة زي ما تعودنا في جديد معنا النهاردة ان شاء الله هنزود حاجتين في كل وحدة وفقا لمطالب كلهم صلبتوا بيهم اول حاجة هيبقى عندنا حل اختبار الكتروني في نهاية كل وحدة حوالي اربعين او خمسين سؤال ان شاء الله اول ما تحل هتظهر لك النتيجة وجنبها سبب الحل بتاع كل سؤال النقطة التانية ان شاء الله هسيب لكم ملف بيدي اف لحل اختبار اخر كل وحدة ونظرا لديك الوقت احنا عملناها بيدي اف عشان طبعا لو عملناها في الفيديو هيبقى الفيديو طويل جدا نبدأ بقى مع الكلمات الجديدة النهاردة في اول حاجة لسنز 1 & 2 amount amount celebrate celebrate eat out eat out get together get together occasion occasion prepare prepare serve serve traditional traditional نكمل بقى كلمات موجودة في نصوص reading اهم كلمات اللي عندنا arrive arrive customer customer decide decide delicious delicious dessert dessert event event expect expect extract 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 feed feed fun fun gather gather love love meal meal اللي عمودة العليمين native 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 old fashioned old fashioned passenger passenger quantity quantity snow snow special مش special نوتو الصح special special surprise surprise survive survive thanksgiving thanksgiving turkey turkey wake wake whatever whatever الجزء الثاني من كلمات طبعا اللي يلاقي اهم كلمات في النصوص اللي هي الاستماع vocabulary on listening اول حاجة عندنا chips chips cornbread cornbread curious curious europe europe festival festival fry fry noodles noodles oyster oyster popular popular brown brown bumpkin by bumpkin by rare 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 recent 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 roast lamb roast lamb roasted 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 salty 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 shell fish shell fish spicy 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 spring rolls spring rolls sweet potatoes sweet potatoes sweet potatoes take away take away take away أهم طبعاً الكلمات اللي موجودة فين في الوركبوك أول حاجة عندي کاري ديش ديش اِغسط غرب كمك إيران كمك ديش كمك جو جار مانو مانو أحد أحد أرض 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 أ Sneej أ我們的 أ обнаруж مطريص أره أرض تمام يبقى الفرازات 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 الأول حاجة around the country around the country at least at least catch up with catch up with by that time by that time amount of amount of keep out of keep out of look after look after made from made from fall asleep fall asleep for example for example get ready get ready have a meal have a meal take place take place till about till about travel to travel to wait for wait for نجيب على الجزء الخاص بالإيه بالدرايفات بالإيه المشتقات طبعا الفعل إذا يجيب منه اسم وإذا يجيب الادجكتف الصفة طبعا هنا أول حاجة الverb arrive arrival arriving اللي أولا نريد أن أعرف الفرق بين الفعل والناون الاسم والآجكتف الصفة فيه ناس يتلقى بالبن الثلاثة الفعل طبعا ده بيتبع الفاعل سواء كان الفاعل اسم أو ضمير وعند فيه نوع من الأفعال أفعال الأساسية وافعال المساعدة نريد أن أعرف على الفعل الأساسية زي arrive طيب الناون الاسم الاسم ده ممكن نجيبه في أول كلام ييجي كفاعل الفاعل ممكن يكون اسم ضمير فهين الاسم برضو ممكن يكون يفاول الجملة في محل فاعل تمام ممكن ييجي بعد تمام طيب الصفة الصفة لها ممكن في الجملة الصفة بتصف الاسم وتأتي قبله الصفة تصف الاسم وتأتي قبله طيب والحال لو عندي أدفر بقى الحال ده بيصف الفعل ويأتي بعده تمام يبقى الصفة بتصف الاسم وتأتي قبله والحال يصف الفعل ويأتي بعده تمام طيب لما الصفة بتصف الاسم مثلا كلمة زي كلمة popular مشهور او ال it is popular او ال it is ديورها popular مثلا طيب نشوف هنا كلمة اللي عندنا arrive arrival arriving celebrate celebration celebratory decide decision decisive exist existence existing expect expectation expected popularize popularity popular prepare preparation prepared serve service servant serving survive survival surviving wake waking awake نجي بقى الجزء الخاص بالword synonyms والantonyms الكلمات ومن رضفهم ومن ضدها طبعا نعسبها لكم تكرانتم هي ان شاء الله ما فيهاش مشاكل يعني ولو فيها اي صفصار في حاجة فيها اكتبها لي في اللي في الكومنتز في التعليق اسفل الفيديو تمام نجي بعد كده ننتهل بعد كده للملاحظات اللغوية في بعد الكلمات يعني مثلا عند كلمة arrive وعند reach arrive in arrive at وعند reach يعني يصل اولين الاتنين مبدئين كده معناهم يصل بس arrive معناها يصل لازم ييجي وراها in or at بس دي لا يتبحها مفعول يعني يصل الى بتبحها مفعول بعد حرف القرية مثلا نقول ايه when does the baris plane arrive متى ستصل طائرة باريس اهو تمام we arrived in cairo احنا وصلنا للقاهرة ليد اعطنا المتاخرين the passengers arrive at the airport just before the plane takes off تمام ده بنسبة لمن arrive in وarrive at تمام طيب arrive in زي ما قولنا قبل كده بتيجي قبل الاماكن الكبيرة يعني arrive in cairo طيب arrive at بتيجي قبل ايه الاماكن الصغير لداخل المدينة زي كلمة airport مثلا طيب كلمة reach دي يصل الى يتبعها مفعول بدون حرف garr يعني اصلا معناها يصل الى فمش محتاجة ولا اين ولا ات يصل الى شيء معناوي مثلا وليه we reached cairo later tonight احنا وصلنا للقاهرة متاخرين بارح مش محتاج بقى اين ات ولا اين ولا اي حاجة ministers الوزراء must reach a decision لازم يصل القرار before next month قبل الشرار الايه القاد تمام طيب ننتقل المتطنية decide to would decide that would decide on decide to يقرر ان بيقرر مز طيب decide that بيقرر جملة كاملة برضو معناها يقرر ان طيب decide on هنا بيقرر اناو او اي نجي معناها يستقر على او بيحدد شيء يعني مثلا وليه وفا decided to stay in the hotel for two days يعني وفا قررت انها تبقى في الفندو لمدة يومين طيب decide that i decided that it would be best to tell my father the truth انا قررت انها يبقى من الافضل ان نقول لبابا ايه الحقيق طيب decide on ناونا اولي اسف الفا اي نجي we decided on going to شرم الشيخ for our holiday this year احنا قررنا نروح شرم الشيخ لبقى for our holidays this year عشان ايه الاجازة هذا العام تمام طب نقطة تانية ايه الفرق بين event وincident واكسدنت تاني الفرق بين ثلاثة event وincident واكسدنت event يعني حدث مهم حدث مرتب لي يعني زي حفلة موسيقية او مؤتمر سياسي طب incident ده حدث عارض غير معتاد او حدث في فيلم او قصة ومسرحية طب واكسدنت ده حادثة شيء خطأ يعني بيحصل او مؤذي بايه حدث بغير ترتيب نشوف واحدة هنا في event ده حدث مهم one of the most important events in our history is six of october's victory نقول لي احد الاحداث المهمة في تاريخنا استكتوبر طيب security المؤسسة الخيرية raises money by organizing concert events يعني هنا الجمعات الخيرية جمعت الكثير من المال عن طريق تنظيم حفلات هامة كأعدث مرتب لها طيب incident ده حدث عارض غير معتاد او حدث حصل في فيلم او قصة مصرحية the fire shooting is one of the incidents of the day يعني اطلق النار هو احد الاحداث العرض اللي حصلت النهار he thought يعني احداث عارض الاول يعني حاجة متحصلش مش متعودين علىها يعني he thought the film was boring without many incidents هو بيعتقد من الفيلم ممل بدون ما يكون فيه احداث خاصة بالفيلم يعني طيب accident over 70 million people are seriously injured every year in road accidents ولا حوالي 70 الف شخص بيتم صادم اصابات شديدة كل عام على ايه حوادث الطرق طيب special وprivate special يعني خاص يعني من نوع خاص ليه ميزة خاصة يعني لكن خصوصي يعني حاجة خاصة بشخص او مجموعة محددة مثلا انا بلبس البرلة ديت في مناسبات خاصة يعني لها ميزة خاصة من نوع خاص زي حفلة الزفاء طيب برايفت ما بيحبش يناعش حياته الخاصة خاصة بيهو هو خاصة شخص مع اي شخص اخر تمام طيب نقطة تانية ايه الفريق بين مينيو وليست مينيو طبعا قائمة الطعام في مطعم او قائمة مهام او اعدادات في جهاز معين طيب وليست يقول لها قائمة اشياء او مهام تم اعدادها ممكن قائمة الاسماء بتاع اشخاص برد تفتين في حين في كلمة مثلا هو بصل لليه القائمة بتاع الطعام المينيو بار اللي هو شريط المهام اللي موجود في اسفل الكمبيوتر ده بتطور احد الحاجة المميزة لليه الكمبيوتر الديسكتوب الكمبيوتر العادي يعني طيب اللي استبقى اي ميت اليست او اول زي جوبز نعمل قائمة بكل المهام اي هات تو دو ان ده اوز اللي انا مفروض اعملها فين نيجي بقى لليه الجزء الخاص بالحل اللي كلنا بنستنى وزي ما تعودنا ما بنجي نحل بنعمل حاجتين هننزل الاسفل الفيديو نضغط على لايك نشترا في القناة ونفعل الجرس لما قلناش اشتركنا النوت التانية بوقف الفيديو وحل الاول قبل ما حل مع المصطر وارجع حل تانية مع المصطر عشان اكد اجابته هستفيد من الفيديو طيب نومر ون ده كل سنتر كل سنتر هنا عنها ايه اللي هو يقول عليه مركز الاتصالات عايز يقول يعني تلقى مركز الاتصالات بتاعنا العديد او كميات هائلة من الشكاوة كميات تبقى account amount pile طبعا تبقى amount يعني مقدار كبير نومبر تو ليفربول their premier league with after 30 years in their stadium infield عايز يقول ليفربول يعني احتفل زي نقولهم في ايه بالدوري اللي هو اخذوا بعد 30 سنة في الاستاب بتاعه طبعا لهو اللي يحتفلي بين ايه celebrated تمام نومبر ثري سامي نوعد together with some friends to plan a party for their friend who won the gold medal for swimming عجل ان هنا سامي اه طبعا حصل على او التقى بايه بأصحابه اه to plan عشان يخططهم لحفلة for their friend who won a gold medal لصدقهم اللي كسب ميدالية الزهبية في السباحة طيب ها تبقى ايه طبعا هنا got together يعني got together يعني يلتقي ويتجمع معه نومبر فور the opening of the parliament افتتاح البرلمان is really a historic in any country اعتبر ايه في اي بلد accident situation occasion affection طبعا ايه occasion عن مناسبة مناسبة تاريخة طبعا افتتاح البرلمان نومبر فاير all the dancers and the musicians كل الراقصين والموسيقيين at the festival war بيلبسوا با close هال updated ragged gradual ولا traditional طبعا ايه traditional يعني traditional يعني من لابستقليدية نومبر سيكس suzanne speaks french fluently يعني سوزان بتكلم فرنساوي بطلاقة but it isn't her language لكنها مش لغاتها الاصلية health native modern ردت تعني native language يعني اللغة الاصلية طب نومبر سيفن it's a miracle معجزة that the five year old boy ان راد عنده خمس سنين the train accident نجا عايزه لنجا مسلا من حدث الكطار served affected survived survived ولا flash طبعا ايه survived يعني نجا من يعني بقى على قيد الحياة نومبر اين the children had a lot of the movie theater watching their favorite film يعني الاطفال عندهم الكثير من ايه طبعا the movie في الفيلم يعني او ايه في المصرح بتاع ايه الفيلم watching their favorite film ومو بيشاهدهم من اللي يبقى الفيلم من فضل عنده طبعا هم ايه هتبقى هنا a lot of fun يبقى هذا لطفن يعني يمرح ويسعد نومبر ناين universities should do more to young people for the world of war لازم هنا الجامعات تعمل الكثير من ايه عشان تعد الشباب لعالم العمل هتبقى هنا ايه طبعا هنا prepare يعني يعد نومبر تن my brother dreams يعني اخويا بيحلم of joining the navy نوع يلطحك بالنيفي ايه النيفي ده بقى اللي هو بنواصل البحرية يعني اقول البحرية في الجيش to not his country and travels at sea عشان يسفر بالبح ويدافع عن بلده هلقول serve deny condemn employ طبعا ايه serve يعني يخدم طبعا احنا قلنا عليها قبل كده يقدم خدم الطعام او يخدم بلده مثلا في الجيش طبعا منفحش اقول طبعا condemn لانه معناها ايه يجقب او يدين مش هتنفح هنا ودنه يعني ينكر ويمبلو يوظف نومبر 11 we finished our meal with a of honey and nuts احنا خلصنا الوكبة بتاعتنا وكلنا في اخرة dessert ولا dessert ولا recipe ولا receipt تعني dessert dessert اللي هو اللي هو الحلو البعض لك العسل ومكسرات نومبر 12 the poet read a several from his new poems in his television interview عايزوا لاني الشاعر قرأ ايه عديدة من القصيدة بتاعته في التلفزيون ايه في موابلة التلفزيونية هتبقى ايه طبعا هنا extracts يعني ايه يعني مقتبسات جب حيطة الزغيرة كده من ايه من القصيدة بتاعته نومبر 13 the three shared a taxi as they don't have enough money تلات ايه ركب تاكسي مع بعض لانه ما عمشوا في الاسكفاية هاي بقى طبعا المسافرون او ركب لهم ايه passengers تمام نومبر 14 most indian dishes usually taste very معظم الاكلات الاندية ما زاقها بيبقى ايه as they use the hottest pepper in them بيستخدوهم اكثر الانواع الفلفل حار هتبقى ايه طبعا هتبقى ايه spicy spicy يعني ايه يعني ايه فعلاتة وابل يعني نومبر 15 science give us gives us hope that many diseases will not in our future world العلم بيدينا طبعا امل ان معظم الامراض هيحصل لقى في المستابل مش هتكون موجودة يعني damage disappear exist cure لو ما جابش ناطك تقول تdisappear لكن جاب هنا ولن تكون مختفية ولا لن تكون موجودة exist نعم نومبر 16 ذا تشاف said that we need to use fresh herbs to get the good italian good italian ايه seen ولا side ولا test ولا test طبعا تبقى test عشان نحصل على المزاق الإيطالي ايه الجيد طيب نومبر 17 هشام is always the first to at work in the morning هشام كان الاول انه يصل للعمل في الصباح هقول هنا هجاب لحرف جر at مش هنفعه get ولا go ولا reach هتبقى ايه arrive at work تمام نجرب على الاسئلة الخاصة بال prepositions والexpressions تعارضة حرف الجر والمصلاحات تمام اول جملة نومبر 10 you must have had not five years experience to get the job اللي يجب ان يكون معك على الاقل خبرة خمس سنوات يبين على الاقل بقى at least تمام نومبر 19 it's common for the children to be afraid of the dark حقا طبيعيا من الاطفال يخافهم الظلام the adjective common كلمة common الصفة دية can be the opposite of the adjective ممكن تكون عكس صفة useful strange available rare خباك هنا common يعني شائع او ايه او ما شو المفروض يبقى عكسها ايه نادر ان يبقى rare تمام نومبر 20 the criminal was arrested on his at the airport يعني المقرم تم القبض عليه بوصوله للمطار يبقى arrive arrival arrives arrived طبعا ايه arrival little b number 21 mother always asks my little brother to out of the kitchen يعني ماما دائما بتطلب من اخويا الزغير انه هو ايه يخرج من اللي يعزو لك يخرج برا المطبخ يعني يعني sleep out ولا take out ولا keep out يعني يبقى خارجا number 22 the manager says that the next meeting will take on طرز داعي هزولنا المدير بيقول ان اول اجتماع او الاجتماع التالي سيحدث هيتم يعني يعني العقاده يوم الخميس يبس ما تك ايه take place يتم او يحدث number 23 unfortunately the factory didn't achieve the profits and we had to close it لصول حظ المصنع لم يحقق عايزول هنا ايه الفوائد او العوائد المرجوة او المتوقعة عشان قد ايه we had to close it طرحنا نقفله هتبقى مقصود مضاقعة بين ايه expected لانه ديات صفة لكلمة profits للفوائد اللي بتجمع المصنع او العائد يعني number 24 the pyramids are one of the most يعني الهرامات اعتبر احد ايه touristic places with tourists in Egypt عايزول احد اكثر اللي ما كان سيحة المشورة في العالم يبقى popularize ولا popularity ولا popular ولا unpopular طبعا هتبقى ايه هتبقى popular the most popular اكثر الاماكن السحية مشهورة في العالم number 25 the fire could possibly have been caused by accidents الحريق ممكن يكون حصل يعني ايه بالصطفة the adverb possibly is similar in meaning to the verb الادverb لغو الحال possibly هايسوي ايه في الاختيارات regularly probably terribly fantastically يعني probably يعني ممكن او احتمال choose two خلي بالكم the two correct answers ايجا ايجا واحد number 26 during the school baking اثناء الفصحة اثناء نوزة بتاع المدرسة يعني we gathered the children جمعنا الاطفال around us حوالينا and saying songs the synonyms of the word gather are عايز اقول المرادفات بتاع الكلمة gather هلا divide ولا assemble ولا scatter ولا separate ولا collect طبعا اول حق انا عرف collect يعني جمع طب ايه assemble assemble برضو عن ايه بيجمع طيب number 27 Egyptian farmers اللي الفلاحين المصريين grow large of wheat يعزوا لانه بيزرعهم ايه انواع او كميات يعني من ايه من القمة however we have to export some عرغم ان احنا ايه مع ان احنا برضو ايه محتاجين او مطرين export يعني export و import import يستورد export يصدر احنا برضو مطرين يصدر بعضهم هلو هنا amounts qualities spaces quantities receipts المفردنا عايز اختر ايجابتين طب ايه اللي يجابتين ينفعه هنا quantities يعني كميات وبرضو كلمة كلمة amount مقاضي طيب amount quantities طيب the hotel restaurant المطعم بتاع الفندو نقط a wonderful meal العزو اللي بيقدمه طعام لزيز او طعام رائع more than 50 members الاكتر من 50 عضو at the conference في المطمر هلوها feed served dead wasted prepare طبعا prepare يعني يعد ويجهز ادو واحدة ايه التانية هتبقى served تمام number 29 the menu at this restaurant includes a wide selection of french المنو القائمة بتاع الطعام بتاع المطعم ده بتتضمن اختيارات عديدة عايزوا للوصفات او الاكلات اللي الفرنسية هاول components tools recipes dishes designs طبعا انا بكلم في مطعم يبقى recipes وصفات و dishes ايه اكلات او واجبات طيب اخر جملة عندنا النهاردة number 30 we would welcome any advice or suggestions with open arms احنا بنتقبل وبنرحب بكل نصيح والاقتراحات بعيد المفتوحة the acronyms of the word welcome عكس كلمة welcome هاي بقى agree ولا deny ولا accept ولا exclude ولا reply طبعا اول حاجة عرف deny يعني يعني ينكر طبعا احنا بيرحب يعني ينكر طبعا احنا ايه exclude برضو يعني يستبعد يبقى احنا كده خلصنا حلقتنا النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك الفيديو وتشارك بالقناة وتفعل الجرس وكمان تشارف فيديو اصحابك عشان يستفيدهم ولعندك اي استفسار اكتبوا اسفل فيديو في الكومنس في التعليقات او شجعنا بتعليق جميل عشان نقدر نستمر معكم ان شاء الله كان معكم مستر احمد العبد من قناة دروس العالمية اونلاين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته